السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى أن يشترك بالقناة قبل ما تابع الفيديو تأكد أنك انفعل زر الاشتراك وانفعل زر الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن The Passive Present Continuous The Passive Past Continuous يعني مضارع مستمر من المجهول وماضي مستمر مبني للمجهول كيف حول الجملة من Active Voice من المبني المعلوم إلى Passive Voice إلى المبني المجهول باستخدام زمن المضارع المستمر والماضي المستمر كما نعلن The Present Continuous أو نسميه Present Progressive Tense بيكون عندنا فعل كون والفعل مضاف لـ ING Past Progressive Tense بيكون عندنا Was Where والفعل مضاف لـ ING كيف حول المبني المجهول؟ كما نعلم المبني للمجهول يكون عندنا Verb To Be فعل كون والفعل بالتصريف الثالث هذا شكل الفعل وطريقة تحويل الجملة من المبني المعلوم المجهول نضع المفعل به فاعلا في المبني المجهول ونختار فعل الكون المناسب وفقا للزمن ونضع الفعل في التصريف الثالث للفعل إذا أردنا أن نؤكد على الفعل نضع Buy يعني بواسطة أو عن طريق ونضيف الفعل لاحظة جملة الأولى They are cleaning the car إذن ينظفون السيارة الفعل They الفعل Are cleaning the car المفعول به They were cleaning the car كانوا ينظفون السيارة إذن هذه بحالة Past Continuous بحالة الماضي المستمر وجملة الأولى بحالة Present Continuous المضارع المستمر كيف أحول الجملة هذه إلى المبني المجهول تصبح The Passive Present Continuous كما قلنا المفعول به يصبح فاعلا في بداية الجملة The car إذن الفاعل الجديد المفعول به يصبح فاعلا كما نعلم المبني المجهول بكون فعل الكون والفعل بالتصريف الثالث The car فعل الكون مع The car لا نستخدم R R بالجملة الأولى متوافق مع الفاعل They لكن ذكار مفرد عند إذن نستخدم Is The car Is نستخدم مع المبني المجهول بحالة الأزمة المستمرة بعد فعل الكون نستخدم Being يعني B مضافلها I in G تأتي بعد M is R وبعد Was Where تصبح الجملة The car is ونضيف Being لماذا نضيفها؟ لأنه عندنا Passive Present Continuous يعني يكون عندنا فعل كون والفعل بالتصريف الثالث وأيضا يجب أن نحافظ على الاستمارية بالتالي نضع I in G تصبح Be Being Verbal 3 Be بهذا الحالة Is وضعنا Being يجب أن نضع الفعل بالتصريف الثالث هو من Clean يصبح Cleaned نضيف Ed The car is being cleaned يعني تنظف السيارة إذا أردنا نضع Buy نتبعها بالفعل They لكن لا نضع Buy They Buy Them تصبح الجملة تنظف السيارة عن طريقهم أو بواسطتهم لا نستطيع أن نقول Buy They Buy Them لماذا؟ كما نعلم الضمار بحالة الفاعل I, He, She, It We, You, They هيا دائما تأتي بداية الجملة لكن بعد حرف الجر أستخدم الضمار بحالة المفعل به يعني I تصبح Me Him Here It إذا نفسها Us You أيضا نفسها بعدين عدنا Them دائما بعد حرف الجر أستخدم الضمار بحالة المفعول به لا نقول Buy They أستخدم Buy Them عن طريقهم إذا أصبحت الجملة The car is Being Cleaned Buy Them يعني تنظف السيارة عن طريقهم إذا نحفظ نحن على الاستمرارية بهذا الحال Is Being وأيضا فعل كون والفعل تصريف الثالث يكون عدنا ب والفعل بالتصريف الثالث كما نعلم Clean ينظف هذا فعل Regular فعل نظامي إذن Cleaned بالماضي والتصريف الثالث أيضا Cleaned Clean Cleaned Cleaned اللحظة جملة هذه بحالة Passive Past Continuous ماضي مستمر They were cleaning their car كيف عرفنا أنه Pass من عندنا الفعل فعل كون were بين هنا are They were cleaning the car بحولها إلى المجهول نضع the car في بداية الجملة the car فعل كون مع the car نستخدم was the car was لماذا يا استاذ لأنه لأنه ذكار مفرد الفعل تغير بالحال الأولى ذي جمع نستخدم وير بالحال الثانية المفعول به أصبح فاعلا يجب أن نتوافق الفعل مع الفاعل الجديد هذا فاعل بهذه الحالة بالحال الأولى مفعول به بالحالة هذه فاعل The car was كما قلنا بالمامة المجهول نضع بالأزمة المستمرة being The car was being التصرر الثالث من clean هو cleaned يعني تصبح The car was being cleaned يعني كانت تنظف السيارة من النظفة؟ We don't know لا نعلم We don't know the door of the action لا نعلم فاعل الجملة أو ليس هناك أهمية لذكره ليس هناك أهمية لذكره لماذا؟ تركيزنا على الحدث وليس على الفاعل إذا أردنا أن نضع الفاعل نستخدم حرفة جر buy كما قلنا لا نقول buy they نستخدم buy them عن طريقهم لو كان مثل he نقول buy him she buy her we buy us وهكذا إذن the car was being cleaned buy them لاحظة الجملة أيضا بال present continuous he is opening the door هو يفتح الباب الآن في هذه اللحظة نريد أن نقول يفتح الباب الآن من الذي يفتحه؟ We don't know لا نعرف إذن هذا المبنى المجهول نضع the door في بداية الجملة the door الفعل بالمبنى المجهول بحالة الأزمة المستمرة بحالة present بيكون عندنا فعل con والفعل beam وضوف له ing يعني تصبح being وعندنا verb 3 يعني the door the door فعل con نستخدم is بعد is نستخدم being the door is being نحول التصور الثالث من open هو opened إذن فعل نظامي لماذا؟ لأنه open يفتح opened فتحة opened أيضا مفتوح the door is being opened يعني يفتح الباب من يفتح الباب؟ لا نعلم إذا أردنا نضع أو نؤكد على الفاعل نضع by لا نقول by he كما قلنا ضمير بحالة المفعول به تصبح by him the door is being opened by him إذن الفعل مؤلف من ثلاثة أجزاء is being opened نحفظه بهذا الشكل كما نعلم المضارع المستمرة يكون am is are والفعل مضاف له ing g بل continue was أيضا بيكون فعل كون لكن نضع being والفعل بالتصريف الثالث he was opening the door كان يفتح الباب بالماضي المستمر المفعول به يصبح فاعلا the door الباب فعل كون مع the door was نضع بعد بشرة being the door was being التصريف الثالث من open opened فقط نضيف ed تصبح the door was being opened يعني كان يفتح الباب لكن لا نعلم من الذي كان يفتح الباب إذن مجهول لذلك نسميه passive إذا أردنا أن نؤكد على الفاعل نضع by لا نقول by he by him يعني يجب حفظ الضمار بحالة المفعول به the door was being opened by him كان يفتح الباب عن طريقه أو بواسطته إذن نستخدم من مجهول لا نريد أن نذكر الفاعل أو ليس هناك أهمية لذكر الفاعل أو لا نعلم من هو فاعل الجملة أو يكون الحدث هو أهم شيء في الجملة طبعا الجملة المحكية أو الجملة المكتوبة إذن بالمختصر بيكون شكل الفعل بين الأزمة المستمرة بحالة المضارع بيكون عندنا فعل كون بعدين نضع being والفعل بالتصريف الثالث فعل كون بالمضارع البسيط يما يكون am is r وبعدين نستخدم being والفعل بالتصريف الثالث إذن ثلاث أجزاء نستخدم فعل كون اعتمادا على الفاعل بحالة الماضي المستمر كما قلنا أيضا نستخدم was where يعني be على حسب الفاعل وعدنا being والفعل بالتصريف الثالث أيضا ثلاث أجزاء إذن was was where being verb 3 لاحظ being being verb 3 verb 3 لكن يتغير ممكن شخص يسأل كيف عرف أنه مضارع مستمر على حسب الفاعل بحالة المضارع المستمر بيكون am is are بحالة الماضي المستمر يكون عندنا was و where إذن جزء الثاني والثالث بالمجهول نفسه being والفعل بالتصريف الثالث لكن الاختلاف بيكون بالجزء الأول am is are بالماضي المستمر بيكون was و where إذن بهذا الشكل تعلمنا كيف حول الجملة من active voice من المبني المعلوم إلى passive voice مبني المجهول باللغة الإنجليزية بزمن present continuous والpast continuous كما قلنا نبحث عن الفعول به نضعه فاعل بالجملة الأولى وفعل الكون نختاره وفقا للفاعل الجديد ويكون كما قلنا الفعل مكون من الفعل كون و being و الفعل بالتصريف الثالث بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن تحويل الجملة من المبني المعلوم إلى المبني المجهول بالأزمنة المستمرة الماضي المستمر والمضارع المستمر أتمنى أن قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لعيك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته